شكرا لزميل محمد الهرمودية على هذا التقرير زمينا محمد ما شاء الله من اللي عارف نيلعب بولنغ بعد شاطر يبغينا نلعب مع بعض محمد البولنغ ونشوف من اللي بيفوز ونسوي تقرير من اللي يحسن في طريقة اللعب شكرا يا محمد ويعطيك كل عافية متواصلين معاكم مشاهدين وننتقل إلى موضوع جميل وتثقيفي من أكيد مواضيع صباح الشارقة قد يتعرض العديد مشاهدين من الأشخاص إلى الإصابات العرضية مثل حوادث الانزلاق أو نوبات الربو وغيرها وقد تسبب هذه الإصابات لعديد من المضاعفات حديثنا اليوم حول الإصابات العرضية ما هي وكيف يتم التعامل معها كل هذه المعلومات رح تجيب علينا ضيفتنا الدكتورة فدوى الحمادي أخصائي طب الطوارئ صباح الخير دكتورة الحياة شاء الله معنا في صباح الشارقة يسعد الله صباحك وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة صباح الدكتورة وساعدين بوجودة معانا وإن شاء الله اليوم المشاهدين يستفيدون طبعا من المعلومات اللي راح نقدمها لكم دكتورة خلف البداية نعرف يعني سادة المشاهدين ماذا نقصد بالإصابات العرضية؟ الإصابات العرضية أو الأكسدينت الإنجريز هي الإصابات اللي تصير بشكل غير متعمد أو بشكل غير مقصود على سبيل المثال عندنا حوادث السيارات، عندنا السقوط أو الانزلاقات، الغرق، الحرق وهذه هي بشكل عام جميل، اللي ذكرتهم هذي أكثر الإصابات انتشارا؟ بالنسبة للإمارات، أكثر الإصابات العرضية انتشاراً، أول شيء يدينيك بالسقوط أو الانزلاق وتمثل نسبة 35% واللي يبعدها حوادث السيارات وتمثل 31% بس بالنسبة عالمياً، أكثر الحوادث انتشاراً هي حوادث السيارات حوادث السيارات، جميل دكتورة، في حال، لا سمح الله، تعرض لأحد الإصابات العرضية سواء أنا كشخص أصبت أو شخص آخر شو أول شيء لازم أنا أسوي أو أول إجراء لازم أتبع؟ هو دائماً على حسب الإصابة بالعادة مثلاً حوادث السيارات يحاول أن يكون بالسيارة ويتصل على أقرب مسعف أو اللي يشوف الحادث يتصل على أقرب المسعف أقرب أن يتصل على الإسعاف عشابيهم لأن أصلاً المسعفين في هذه الحالة هم لهم دور أساسي في الإصابات جميل، حلو، شو دور اليوم المسعفين؟ يعني فور وصولهم إلى مكان الحادث أو الإصابة إذا مكان فيه شخص مصاب المسعفين في مكان الحادث هدفهم الأساسي هو تدخل السريع والنقل السريع التدخل السريع يكون أول شيء مهمته أنه يتأكد من أمن المكان لسلامته وسلامة المصاب بعدها يتأكد من درجة وعي المصاب ومجرى التنفس والتنفس والأوعية الدموية من هذه الإجراءات بيعرف إذا كانت وجود إلى حالة حريجة تستدعي إلى نقله إلى أقرب مركز طوارئ جميل، إذن المسعف هو يعني يشخص مبدئياً أو ينتبه أو يلاحظ المؤشرات هذه؟ وعلى حسب الحالة اللي هو يشوفها لازم يوجهها إلى مستشفى ذات جاهزية للتعامل مع هاي النوع من الإصابات وعندهم الإمكانية لعمل التدخل اللازم نحن طبعاً نشيد دكتورة يعني ما نتكلم عن الإصعاف، ما شاء الله إصعاف الوطني عدنا السرعة الاستجابة ما شاء الله عليهم وكوادر مؤهلة ويتمتعون يعني بحرفية صراحة في التعامل فنحن نشكرهم وتجلهم الشكر والتقدير إن شاء الله دائماً ويعني مبدعين ومشتهدين في عملهم دكتور بتكلم عن المستشفى وقسم الطوارئ هو القسم اللي يستقبل الحالات عملية تصنيف الحالات اللي تصل أو ترد إلى قسم الطوارئ كيف تكون؟ وصول أي مريض إلى قسم الطوارئ نستقبلهم فوراً في قسم الطوارئ ويتم فرزهم المرضى أو ما يسمى بعملية الترياج على حسب درجة وعي المصاب والعلامات الحيوية وآلية وشدة الإصابة ويتم نقلهم على حسب الأشياء المعطيات اللي عندنا إلى قسم الإنعاش أو إلى قسم الحالات الحادة أو إلى قسم تدخل السريع وفي حال إذا تم نقله إلى قسم الإنعاش بالتحديد يعني تحديد حق الإصابات يوجد فريق كامل متكامل لتعامل مع هذه النوع من الإصابات ويسمى بالتروما كود ويكون أصلاً متكون من أطب الطوارئ جراحي متخصصين في علوم الإصابات مع أخصائي التنفس وبنفس الوقت نسوي اكتيفاشن حق أو تنشيط إلى قسم المختبر وقسم بينك الدم وقسم الأشعة كل هالأقسام إذا كان الإصابة حق المريض كانت محتاجة إلى عملية إنعاش نسوي تنشيط إلى هذا الفريق وكل الفريق ينزل إلى الطوارئ للتعامل مع هذه الحالة وبهذه يكون أننا إحنا استجبنا إلى الإصابة في شكل سلس ودقيق يعني صراحة يعني دكتورة ما شاء الله مجهود كبير أو يعني تعاون كبير ما بين أقسام مختلفة يمكن الإنسان المريض العادي يعني ما يعرف هذه المعلومات أنه خلال وصولك أنت في لحظة معينة وإذا كان عندك حالة حرجة كل هذه الأطقم والأقسام تكون يعني رهنة إشارة المريض هذا لاتخاذ أي إجراء سريع دكتورة في حال وجود نزيف خارجي أو داخلي كيف كيف يتم التعامل مع الموضوع؟ أول شيء الفرق ما بين النزيف الداخلي والخاضجي الداخلي هو يكون فيه جرح في إحدى الأعضاء الداخلية في الجسم مثل الطحال أو الكبد وتبعا يتم التعرف عليه من الفحص السريري والتصوير الصوتي أو الأشعة المقطعية أما النزيف الخارجي يكون أصلا يعني هو جرح باليلد ويكون يبين بالعين المجردة بس النزيف الداخلي طبعا ما نشوفه بالعين المجردة وكيف يتم التعامل مع كل الحالتين؟ هل أيضا الجرح الخارجي أو النزيف الخارجي يحتاج لأشعة؟ لتبين مثلا إذا وصل لأي عضو أو مثلا العمق؟ بالنسبة لنزيف الخارجي من الفحص السريري نقدر نعرف ومن شدة سيولة الدم في بعض النزيف الخارجي محتاج بس إلى ضغط ولف قماش نظيف ولا شاش طبي عليه ويوقف أما إذا استمر وما استجاب مع الضغط نقدر نستخدم ما يسمى بالعصابة أو الترنيكيت وهو يكون أصلا واحد من هذولا وهذه نستخدمها حقا اللي يكون عنده كسر بالحرط هاي تخلينا نتحكم بكمية النزيف هذا يكون في المستشفى أو فيه عند المسعفين؟ هذا يكون مع المسعفين ويكون عندنا بالمستشفى هاي واحدة من الشنط اللي نحن نستخدمها في مدينة برجيرة الطبية محمد بن زايد اللي يكون فيها الأشياء المعدات المهمة هي حق التنفس أوكي؟ وفيها حق هاي الشغلات وفيها حق نعطي أدوية أو نحطي الكانيولا جميل، هذي تكون موجودة عند المسعفين؟ هذي موجودة عندنا بالمستشفى نحن؟ بالمستشفى هي، في حالات تكون توصل عن طريق إصابات بطريق الهوليكابتر أوكي؟ هو يكون بالطابق الثامن فيكون عندنا الأشياء المعدات اللازمة اللي هي نقدر نتصرف فيها أول ما نستقبل المريض أهم شيء يكون عندنا التنفس والأوعية الدموية هذا أهم شيء جميل، دكتورة بنتكلم عن التعامل مع كبار السن أيضاً قد ترد حالات لقسم الطوارئ يعني فيها كبار السن كيف يتم التعامل معهم؟ خصوصاً كبار السن يكون مصابين بأمراض سكري وضغط أو قلب كيف يتم التعامل معهم؟ نلاحظ أن أمراض السكر والضغط من تشرب كثير من ما بين كبار السن في دولة الإمارات صحيح كقسم طوارئ أهم شيء نعرف أو نكتشف مضاعفات هذه الأمراض وبدأ بالعلاج اللازم لها بالنسبة لمراض السكر، من أخطر مضاعفات مرض السكر هو الحمار الكيتوني السكري أو ما يسمى بالDKA وهو ينتج عن نقص أو عدم استجابة الجسم للإنسرين نعم من أعراضه أنه يكون عنده تغير في درجة الوعي أو ارتفاع حاد في السكر مع غثيان أو استفراغ وفي هذه الحالة أو صعوبة نفس، وفي هذه الحالة لازم المريض يتجه إلى أقرب مركز طوارئ ليتم العمل اللازم له نعم، والتعامل كيف يكون معه في قسم الطوارئ؟ أول ما يصل لقسم الطوارئ، نشوف هذه الأعراض نسوي لها فحص السكر، ونسوي لها فحص ثاني، تبين عندي الأرقام بشكل سريع نعم في هذه الحالة نبدأ نعطيه نحن السوائل والإنسرين ويبدأ بخطة علاج لازمة، ولازم يدخل إلى العناية نعم، والتعامل معك بار سن، يعني أتوقع يكون بسرعة ويتم تصنيفهم؟ هذا، أول ما نتوقع أن المريض عنده هاي النوع من المضاعفات، يتجه فورا إلى قسم الانعاش قسم الانعاش، نعم، جميل بنعود شوية إلى الإصابات اللي تكون في المنازل، دكتورة، وإن أهمية يكون فيه وعي عام نحن كأشخاص، أولياء أمور، العاملات في المنزل، إن كيف نتعامل مع مختلف الإصابات؟ شو أبرز الإصابات اللي تكون في المنزل، وكيف يتم التعامل معها، دكتورة؟ أكثر الإصابات اللي دائماً نواجهها بالمنزل هي إصابات الإنزلاق أو السقوط نعم، أوكي؟ أهني بتكلم عن وفئة معينة، هي دائماً الأطفال، دائماً إهاء الأهل أودّيهم ولا ما أودّيهم في هاي الحالة، وبالنسبة إصابات الرأس، هاي الشيء وايد مهر، أوكي؟ مثلاً إذا حسيت إن الطفل مش بسلوكه أو بوعية طبيعي، أو إذا كان أغمى علينا سمح الله، أو إنه صارت عنده حالة استفراغ، أو أنت تحسن مش بطبيعته، مثلاً رقد بوقت مو وقت رقادة، أو ما قاعد يتقبل إنه يأكل، إني أنصح الأهل إنه يودون إلى أخر مركز طواري، لأنه إصابات الرأس يعني خطيرة إصابات خطيرة، يعني هاي مؤشرات هاي إلا الأعراض، هي، تخلي الأهل إنه يودّونهم بالنسبة للحرق، دكتورة، نحن عرف في البيت إذا واحد احترق، حطوا له معجون سنان، ولا قهوة، ولا كركم، يعني ها ما الأول دائماً شيء عمهم بالنسبة للحرق، حتى الجرح لا تحطون عليهم ولا شيء، لا كركم، لا معجون، لا قهوة، ولا أي شيء من أدوات المطبخ، هي، بالنسبة للإذا كان جرح بسيط، نفس الشي ضغط، وتلفونه، أما بالنسبة للحرق، تخليه تحت ماء، مش تحطون عليه ثلج، تخلونه تحت ماء، نعم، لمدة خمس دقايق، عشر دقايق، نفس الشيء لتون للمستشفى، حتى إذا صارت فقاعات، لا تفتحونها، هني تزيد عملية الالتهاب، آه تزيد عملية الالتهاب، جميل، هل ضروري للواحد يكون عنده مثلاً مراهم للحرق في المنزل، شنطة السعفات الأولية هذه ضرورية تكون؟ شنطة السعفات الأولية صراحة ضرورية في المنزل وشو هي العلاجات اللي ممكن تكون عندي في المنزل دكتور؟ مثلاً للحرق، في مثلاً دوا يخفف، مثلاً ما أبغي أروح للمستشفى، حرق بسيط، ولكن أبغي أهتم بجلدي، خصوص الأمهات، الله يحفظهم يعني في المطبخ دائماً، أو إذا طفل، بسك مثلاً ملعقة ساخنة أو شيء؟ هو بالعادة نحطي لهم كريب ميبو، بس الحروق بعد لها درجات، في درجة أولى في درجة ثانية درجة ثالثة، يعني بالذات الفقه عادتها وهي تعتبر درجة ثانية. جميل، أيضاً نتكلم عن الأطفال، عملية الابتلاء، طفل أو قاتذة مثلاً ما أحد انتبهها لأممكن يبتلع أي قطعة معدنية أو أي شيء موجود في المنزل الصغير؟ الاختناق كيف يتم التعامل معه؟ بالنسبة إلى الاختناق، في هناك دورات أصلاً تتعامل معها، بس بالنسبة إذا كان عمرهم أصغر عن سنة، تضرب على ظهرهم، وتحاول أن تتم مجرد نفس مفتوح، ونفس الشيء بعد تتصلون على الإسعاف، أما إذا كان أكبر عن سنة، في عملية التي يتم الضغط على البطن، هي نفسها أكبر عن السنة وهي نفسها حق البالغين. نعم، يتم الضغط بمليئك؟ هي تكون تواقف وراء المريض، أوكي، وتحضنه، وتتم تضغط على تحت الصدر وتحاول تطلع القطعة اللي بلحها لفوق. ينصح للوقت يشربون الطفل أو الماء أو شيء؟ حليب، عسل، ما أبد ما ينفع، جميل جداً. نتكلم عن مسألة القلب، مثلاً إذا شفنا أحد جدامنا أغمى عليه، كيف نتأكد مثلاً من ذهوب في نفس، دقات القلب؟ هل ممكن نحن نتصل بالإسعاف أو نسوي لعملية الأنعاش، الضغط؟ نقدر نحن نتعامل مع هذه الحالة؟ إذا أنت عندك دورة في هذه الشغلات، تقدر هاي، بس كيف تكتشف إذا كان عنده النبض من اليد؟ نعم. أوكي؟ من جهة الأبهام؟ من جهة الأبهام؟ هاي، هني بتعرف إذا فيه نبض أو لا؟ أما النفس بس تحطي يدك، صوب خشمة، بتشوف إذا فيه نفس فقط. وضروري أن الواحد على طول يتصل في... هذا أحسن حل. الأسعاف، وممكن حتى هم يوجهونك يعني، إذا مثلاً موقع أبعيد، والأسعاف ياي في الدرب، ممكن أحد المسعفين يتصلك ويقول لك؟ يتلمك، يكون معاك على الخط ويقول لك شو تسوي. جميل جداً، حتى أظن الشريان هني؟ هي، بعد هني نقدر نتشيك على النبض. جميل، دكتور صراحة أبغي أتكلم عن تخصص طب الطوارئ، يمكن هذه من التخصصات اللي يعني لقت قبول ما شاء الله وخصوصاً من الشباب والفتيات وفي دولة الإمارات، كيف تشوفين هذا التخصص؟ وهميته اليوم أنه يكون موجود في كل المستشفيات، اللي هو أقصائي طب الطوارئ، يعني ليس طبيب عام، لا، هو متخصص بالحالات اللي ترد لقسم الطوارئ. الصراحة له دور فعال في تعتبر الإصابات الحادة أو الأعراض الحادة لكل مرض أو لكل مرض موجود في كل الأقسام. مثلاً إذا جاء لي كسر، صح أنه تخصص دكتور العظام، بس عادي، نحن نقدر نسوي الأساسيات، بعدها نتكلم دكتور العظام يشوف الحالة، مثلاً إذا مثلاً حدي يالي عنده مشكلة محتاجة جراحة، أنا أعرف أتصرف بالأشياء الحادة، بعدها نتكلم قسم الجراحة يون يشوفونها، مثلاً بيلي طفل أعرف أتعامل معه كبدائيات، بعدين أتكلم دكتور الأطفال يستقبل الحالة. جميل، إذن يعني أخصائي طب الطوارئ، يعني متخصص في الحالات أغلب الحالات التي ترد، وممكن يعني يباشر فيها لحين وصول أخصائي، مثلاً الأطفال، الأظام، أي أي… الجراحة، الجراحة، أي يعني أي مشكلة قد ترد. أيضاً في، ما شاء الله نحن نعرف أنه في تخصص، اللي هو المسعف الجوي صحيح، وهذا بعتقد من التخصصات اللي مرغوبة، دكتور، أكلمين عنها شوية، المسعف الجوي، أوكي، بالغالبية يكون يا أنه خذى درس إسعاف، بعدين نتخصص بالإسعاف الجوي، أو درس طواري، وسوى سب سبيشالتي بالترانسبورت، أوكي، اللي هو عن طريق نقل المرضى بالهليكوبتر. بالهليكوبتر، وهذا دايماً يكون يعني تقريباً يكون برنامج سنة كاملة. جميل، حلو، يعني ممكن المسعفين؟ أنا كطبيبة طواري أقدر أكمل، أسوي سب سبيشالتي بهذه يكون مدتها سنة كاملة. جميل، وفي قبال من قبل يعني الطباء المواطنيين والطبيبات في الدولة؟ فيه. ما شاء الله، ما شاء الله جميل. دكتور، بتكلم عن حالات الحمى، أيضاً هي من المشكلات اللي قد تواجهنا في المنزل، يعني ارتفاع درجة الحرارة، كيف يتعامل معها والأطفال أيضاً؟ لإرتفاع درجة الحرارة، أهم شيء أن المريض يأخذ الدوة أول ما يكون في درجة الحرارة، لأن كثير من المرضى، مثلاً أنا صار لي ثلاث ساعات عندي حمى، شو خط؟ ما خط ولا شيء، ليش؟ قلت بيّي المستشفى، أحياناً الحمى توصل إلى درجة بالنسبة بالذات بالأطفال، إذا وصلت أربعين ما أكثر، عادي يصير عنده نوبة سرع من شدة الحرارة، فهذا هنا يفضل أن الواحد يأخذ الدوة قبل أنه ما يوصل إلى المستشفى عادي، وصل إلى المستشفى، قل عندي حرارة، بس أنا خطت الدوة، وهو يعني دوة الدولة توقع موجودة في كل البنية، صحيح، 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 يمكن حتى مسألة الصداع، يعني قد يكون الصداع مزعج، وقد إنسان يأتي إلى حالة الصداع، وحتى هو مثلاً يقود مركبته، فالأفضل أنك تأخذ مسكن، يعني لا تخلي الألم يصعب عليك يومك، وأنت عندك تهم، صح، خذ المسكن، وتعالي الطواري، والحن نستقبلك، ما عندنا أي مشكلة، ذكرت شغلة أو نقطة دكتورة، أنا شكرت عليها، نبلغ الأطباء في المستشفيات، حتى يمكن إذا الطبيب ما سألك، يعني أنا أعرف، الأطب دائما يسألك، يقول لك خذية دوة، عندك حساسية، ممكن الطبيب خلال الفحص، ما يسأل مثلاً هذا السؤال، لابد أن نحن نقول لها هذا شيء، مدى تأثير الدوة اليوم، دكتورة على المريض، خصصاً إذا تناول الدوة في المنزل، ومبعدها راح أو توجه للمستشفى؟ بما أننا تكلمنا عن الأدول، بالنسبة للأدول، لازم كل وزن، أو كل مثلاً الأطفال، كل وزن، حتى الكبار بالعمر، اللي وزنهم أقل عن خمسين، أكثر عن خمسين، لهم جرعة معينة، ويأخذونها كل ست ساعات، إذا هذه الجرعة تكذرت، أو زادت عن الحد، ندخل بالجرعة المفرطة لكمية الدوة، مع أنه أدول موجودة في كل مكان، بس كمية الأدول إذا زادت عن حدها، عادي تصيب الكبد بمشاكل، صح، فلازم الواحد يعرف، مثلاً أنا كطبيبة، في اليوم أشوف ثلاثين مريض بالطواري، بالغلط نسيت أسألك، قولي ترى دكتورة أنا خطت أدول قبل ساعة، تفرق عندي، دكتورة خطت أدول قبل ساعتين، بعد تفرق، صح، بقدر بعطيك مسكن، أو بعطيك دوة للحرارة، بس دوة ثانية، مو نفس الدوة، ما يكون فيه فريسة تامولة، أو ما يكون فيه، الأدول هو نفس البراسة تامولة، فريسة تامولة، يعني هو اسم التجاري، أهي، فأقدر يعني يعطي دوة ثانية حق الحرارة، بس مو أعطيه أدول عشب ما أزيد الجرعة، صح، عن المحتاجها لليوم، بالضبط، بالضبط، لنا فيه كمية معينة أأخذها، وأقيس على ذلك أي نوع من الأنواع الأدوية، سواء كانت تأخذها عن طريق الفم، وحتى المراهم، أو كل الأدوية هذه، أو البخخات، فيها نسب معينة، فبالتالي، لازم يعني تخبر الطبيب، أن أنا أخذت حبتين بنادول مثلا، عشان هو يعرف، حتى البنادول أيضا لأنواع، طبعا، فالإنسان لازم يكون شوي عنده ثقافة، يعني أنا عمري، وحالتي المرضية، وشو جرعة الدوة اللي أنا أخذها، ممكن يكون فيه يعني بريستامول كافيين، أو يكون مثلا فيه يعني أنواع كثيرة من المركبات، في حين مايغرين، جوينت، صحيح، صحيح، فأكيد بالتالي لابد أن يكون فيه يعني علم أو معرفة للأشخاص بالأدوية، بالنسبة لحالات الإنسان، كيف يعرف إذا عنده مشكلة في القلب دكتورة؟ بالنسبة لأو ما يسأل، مش مشكلة بالألم الصدر، أو ألم الصدر، أوكي، صرحة كل حد، أوكي، بس أنا كطبيبة طوارئ، أوكي، أي حد عنده ألم بالصدر، ومش عارف من شو، لازم يتوجه إلى الطوارئ، لأنه أول ما يوصل المريض بأول عشر دقايق، نسوي له تخطيط القلب، نعم، من تخطيط القلب، نعرف إذا كان فيه عنده مشكلة بالقلب، أو سبب ألم الصدر مشكلة ثانية، نعم، مثلاً أي واحد يجي انفلونزة، عنده ألم بالصدر، بس الألم الصدر عنده من الرئة، مش من القلب، صح، فهنا نحن نقدر نفرق، أو أحياناً مثلاً اللي يروحون الجيم، أحياناً يصير عندهم ألم بالصدر، صح، يكون هو من العضلات، نعم، مش من القلب، نعم، فهنا أنت تقدر تفرق، بس ما أقدر أنا عندي ألم بالصدر، بس لا ما بروح المستشفى، بيعدي، وبالنسبة لي مثلاً، إذا تتكلم عن الجلطات، أو هاي المواضيع، في عوامل، نزين، تخليني أنا أفكر إنه هو قلب أكثر من شيء ثاني، مثلاً المدخنين، اللي عندهم أصلاً ضغط سكر، أوكي، أو، حد بالعيلة عنده أمراض بالقلب بعمر أقل عن خمسين، لا أنا هني لا، لازم أروح، صح، نحن نتكلم عنه يعني كبار السن، خصوصاً الإنسان بعد ذكرتي، دكتورة إذا يعرف بعض الأمراض تكون وراثية، فيكون يعني أنا معرض أكثر لمثلاً، أن هذا يكون في يعني موجود فيني أنا، فبالتالي لازم أهتم في صحتي في مثل هذه الجوانب، دكتورة يعطيك العافية على وجودت معانا، شكراً على هذه النصائح القيمة، إذا كلمة أخيرة حبت وجهنا في نهاية اللقاء لسادة المشاهدين، الله يعافيك، بس بالنسبة لآخر كلمة، كل شخص لازم يعتنب نفسه، أوكي، وإذا كان عنده أمراض، لازم يلتزم بالنظام الغذائي، أو بالنظام العلاجي، اللي متبع حقه، عشان لا يدخل فيه مضاعفات أي مرض كامل، جميل، شكراً لك دكتورة، يعطيتك العافية، الله يعافيك، وبارك الله في جهودكم الكبيرة، تسلام عليكم، وإن شاء الله دائماً من تميز لتميز، إن شاء الله، إن شاء الله، نشكر مشاهدين، ضيفتنا الكريمة، الدكتورة فدوى الحمادي، أخصائي طب الطوارع، على هذه المعلومات القيمة، والمفيدة، متواصلين معكم مشاهدين، وانتقل الآن إلى فقرة سوقنا، سوق الجبال، مع زمينا المبدع سلطان الشامسي، طبعاً قام مسبقاً، بزيارة قسم المكسرات، وعاد لنا بهذه الفقرة المتابعة، ترجمة نانسي قنقر Cause الفيديو